حكم تعاطي المخدرات أولا تعاطي المسكرات بوجه عام بكافة أنواعها وأصنافها الخمور والمخدرات بكافة الأنواع السائلة والمشمومة والأقراص كل ما يؤدي إلى الغيبة العقل ده كل يعتبر خمر ومحرم قال الله تعالى في سورة المئلة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجي سم من عمل الشيطان فاجتنبون لكن هنا اسمح لي بيمتاز القضاء الإسلامي عن غيره أن من يتعاطى مسكرا ويرتكب جريمة يعاقب كغير السكران ليه؟ أعجبني وأنا أشرب بخدمة الفقه الإسلامي في جماعة الأزهر ما قاله علماء الإسلام قالوا لو لم يؤاخذ السكران بجريمته لحتال الناس على ارتكاب الجرائم بالسكر صح يقول أنه عايز يرتكب جريمة يسكر هيجي يحاكم هيقولك أنه كان سكران وبالتالي يفلت من العقاب لكن الشرأس ما قلت بقى قال لأنه أدخل السكر على نفسه أدخل السكر على إيه؟ على نفسه ولذلك عندنا السكران يؤاخذ بتصرفاته إنما اللي معفو عنهم ثلاثة قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن سلاس عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ لغياب الإدراك إنما هذا الذي يطعطهم خضراتيجي النهاردة واحد يقولي ده في جريمة من الجرائم إنه كان سكران ويعاقب بعقوبات مخففة لا ده نبقينه تتشدد عليه زيادة بالضبط لأنه أدخل السكر على نفسه سليم فهنا يعاقب يعاقب ولا يفلت من العقاب بدعوة إنه هو كان سكران لأن أولا حضرتك رسالة السلام يعني بيّن أشياء للناس على السواء بغض النظر عن دينهم أو مذهبهم أو معتقدهم قال أيها الناس إن أمواء أعراضكم ودماءكم وأموالكم عليكم حرام يعني فيه حرمة مشترك حرمة الدم للمسلم ولغير المسلم حيث أقولي سيدتك حاجة القضاء الإسلامي في هذه المسائل الإنسانية والمجتمعية لا يفرق بين مسلم وغيره يعني عرض غير المسلمة كعرض المسلمة دم غير المسلم كدم وأعجبني الإمام أبو حنيفة وسابق عصره سابق عصره لما بيقولوا له هل فيه فرق في القصاص بين المسلم وغير المسلم قال الله وقال النفسه بالنفس عام ومطلق إنما تيجي أخبار أحد لا يعلم كيف وضعت ولأي أساس وضعت وبعدين يفلت بعض الناس يقولك إنه غير مسلم لا الإمام أبو حنيفة وده أنا ألقت محاضرة في طاجستان مع فضلة الإمام الأكبر الراحل الشيخ محمد سيد طنطاوي عن الإمام أبي حنيف فاتكلمهم طبعا على سيرته الزاتية كان جنبي أستاذنا العالم الموسوع الحديثي سيدنا الأستاذ الدكتور رحمة عمر هاشم ما تعود الله بالصحة ونشكر السيد الرئيس هفتاح السيسي لتكريمه للأستاذ الدكتور رحمة عمر هاشم ومصافعته وهو جالس على كرسيه فحضرتك أنا اخترت الكلمة في العاصمة نشنبة في طاجستان قلت الإمام أبو حنيفة وحقوق الإنسان لأن دي الكلام اللي يفهم الغرب أو المنطق اللي هناك يعني يا صح في شمال في شمال الأسيا كلمتهم أن الإمام أبو حنيفة جعل الناس ستكافأ في الدماء لا فرق بين مسلم وغير مسلم ولا اعتبار بذكورة ولا أنوس الكل سواء شوف أبو حنيفة كله فهو الرجل أجاب بكلمة مختصرة قال اخرقوا قول الله تعالى النفسه بالنفس طيب أنا عايزة رجع تاني على المخدرات لأنه أصبح فيه ناس بتقعد تخترع في قصص يقولوا والله لا أصل ده المخدرات حاجة والمسكرات حاجة لا وفي بعض الأقوال تقول لا وكمان الخمر هي مع عسرة واختمر لا شوف يا سهيد وهكذا عندنا علم اسمه علم و أصول الفقه فعلم و أصول الفقه احنا بننظر إلى الجريمة وتداعيات الجريمة لما بنجي نعرف الخمر نقول ما خامر أو غطأ العقل قولة واحدة أي شيء يدفع إلى العقل ليس في حالته الطبيعية محرم طبعا بعد عن أمور الطبية حتى لنخلط الأوراق لا ده واحد و أخذ بنجا أو مخدر لعملية جراحية ده قضية تانية لكن لكن كل ما أدى إلى غياب العقل يبقى هنا إنسان أصبح سكران شف يحاسب بكل تصرفاته بالذات في التشريع الجنائي و أنا بكرر القعدة الذهبية النورانية المحكمة لأسيدنا الفقهاء الترسيين أما قالوا إيه لو عفيا عن المجرم بدعوى سكره لحتال الناس إلى ارتكاب الجرائم بتناول المسكرات نبات أعشاب كله مواد كيموية كله خمور نعم يعاقب كل ده حرام نعم يعاقب أي بالضبط كده خطب حضرتك إنما بقى هياخدونا لتفريعات معينة ومش عارف من العنب والنخيل والكلام الكلام مطلخ في القرآن الكريم وما ربنا قال إنما الخمر يبقى كله ما غطى العقل مسكر وكله مسكر حرام وتترتب عليه أثاره حتى بعض الفقهاء تحفظه في طلاق يعني ما جم قاله طب والسكران قاله وقد خل السكر على نفسه لأن أراده إقلاع المجتمع عن هذه الجريمة النكراء وما جيش إنسان يتعلل وقول لك إنه كان سكران الأمر الآخر برضو أنا يعني وناشد مقنن إحنا ما عندناش طبعا نقول تقنين الشريعة أفضل مقولش المشرع لأن المشرع والله والرسول نقول هنا نناشد أهل التقنين في وزارة تجريم تجريم ما يناقض صحيح الإسلام وبالذات فيما نحن وصدق يعني الناس اللي إذا قلت لك بتجي تمارس يقول لك إيه في جريمة ارتكبت وبعدين سيارة وتروح مش عارف صحراء إيه ويقابله شيخ العرب مش عارف إيه ويحم طاصة وبعدين الناس تخرج ألسناتها إيه كلام الفرق ده وبعدين ينظر في اللسان لا ده ده بريء ده يعني على كده بقى نلغي البحث الجنائي ما هو كده زي ما ما ييجي واحد النهاردة يقول لك إيه تدوى بول القبل وبالرقية ومش عارف يعني معنى نقفل بقى كليات الطب إيه في المعامل خدت بالك نروح بقى ما هو يعني معنى إن ناس عايزة تعمل ردة فكرية لإعادة المجتمع إلى الكهوف وإلى حياة البدو وإلى حياة الأعراب ده تغيب للعقول وبعدين الخطورة بقى في الآخر يعني أن تغلف هذه الأشياء بالشرع ما ينفعش زي مثلا يجي واحد يطلع لك يقول لك إنه تعدد الزوجات سن أنا أقول لك الداب من أقول لك الناس ده مباح ليس واجبا وليس مندوبا وليس حراما وليس مكروها كون أنه بقى بيعاني سعار جنسي ما يلزقوش في الشرع أنا بكلمك من الآخر كرجل فلاح أنا بكلمك جد فالأمر الآخر إحنا لا نريد يعني اصدراء الدين وإهانة الدين باللي أنت شايفه ده يعني أنت كمواطن وشوه أنت بتروح بيتك العامر وتلاقي موجودة على الجدران ببجاحة لأن من أمن العقاب أساء الأدب لازم ينشأ في وزارة الداخلية الموقرة ونشكر جهودها إدارة لمكافحة تغييب العقول أو الخرافات والأساطير زي ممارسة السحر ما هي مؤمس بيت مو بالشعبزة هي ونفس الشيء أنا بقول كل من يمارس البشعة شعبازة كل من يمارس الرقية شعبازة كل من يرخص الطب الشعب البديل شعبازة أنا بكلمة جات يتأذيها تعمل إدارة ما هو في النهاية الداخلية جهة تنفيذ لا فيبقى على من يسن القانون والتشريعات التقنين ما هقول سيادتك نعم ما هو أيوة أنا بناشر وزارة العاد بحيث أنت كمواطن إنما ييجي النهار دا دعايات فجة أنا بسميها إهانة للدين نفسه إزراء للإسلام إما ييجي واحد يقول لك الشيخ أولى الحمد لا فيش حد منه مالأزهر دا كلها من الكائنات الصفيلية قد تبها لك ييجي يقول لك إنه بيخرج الجان والعفرين جان إيه وعفرين إيه هي جسد الإنسان أوتيل إن الشيطان داخلي في البنكرياس ودخلي في الكبد وإيه الخبد إحنا فيها دا تخلف وردة فكرية فإذن لابد أن تضبط الأمور ضبطا فقهيا ليسلم المجتمع من المشعوزين ومن الخرافات ومن الأساطير ومن ينسبها إلى السنة أو إلى الرسول أو إلى الإسلام يعاقب بتهمة الزراء الإسلام ودمتم بالزبط مهدنا موارتنا وشرفتنا وقفتنا جدا بارك مجرد العدل